لما الولد بيعتبر أن ما يبذله أبوه من أجله ده حق لي وأبوه ما بيعملش إيه؟ ما بيمنش عليه، ما بيجبيش عليه ده فرض على أبوه لأن يعمل كده فالولد كان أبوه محتاج منه إيه؟ محتاج يقول له يا والدي، يا أبويا أنت في الحقيقة سبب من أسباب صلب طولي أنا حاسس أن أنا ماشي في الحياة وإنت سند لي في الحياة الأب هيعمل إيه؟ هيفرح ويسعد وكل التعب وكل العرق اللي نزل عليك بينه هيتمسح ويتحول إلى نسيم من فضل الله ومن رزق الله عليه هيحس براحة وسرور وسعادة ويحس أنه هو إنسان بطل هو الأولاد لو حسسوا أباؤهم إنهم أفطالة يخسروا حاجة؟ والله ما يخسروا حاجة طب الأباء لو إنهم قاموا بنفس المعنى وامتنوا لأولادهم فالأب حسس ابنه إن هو وجودك في حياتي حسسني إن أنا ليه إيمة وربنا لما كتب إن أنت تبقى ابني أنا حسست إن ربنا راضي عني فأنت خليت لحياتي معنى الإبن لما يسمع كده من أبوه هل ممكن نخاف منه من تدعيات الرفض؟ أكيد مش هنخاف من تدعيات الرفض ساعتها الإبن عيكون في الحقيقة في غاية الثقة بالنفس لأنه هو كأنه هنا بقى اللقطة اللي أنا عايز أقولها هنا الملمح اللي أنا عايز أقوله هنا الجانب الحضاري اللي جاي في الحديث إن هنا الولد ده حصله توكيد للذات كأنه كأنه حصله إيه؟ حصله هو ده بقى اللي بيخلي من لا يشكر الناس لا يشكر الله إيه بقى اللي هيحصله؟ هيحصله نفس الإحساس لما يحس إن هو مدعوم من ربنا وعنده مدد يبقى لما أبوه أحسسه إن هو نعمة هو حس إن هو غالي عند ربنا أو الله والأباء ما بيلتفتوش لده ولما الولد بيحس بإن هو مرفوض من أبوه أو أمه للأسف بيروح سايب ده سايب أبوه وأمه خلاص هو أبوه وأمه بقى في قلبه تؤال على قلبه بينتقل بعد كده إلى إيه؟ إلى حالة من حالات التمرد على الله وإحنا فيه ملف عن نتكلم عنه ملف السيولة الدينية اللي بعض الناس بيحاولوا يسمونه إيه لحد أنا بحب أسميه السيولة الدينية فيترتب على ما يقوم به الأب مع ابنه من عدم شكر نعمة ربنا بإن هو بقى عنده ابن يترتب عليه إن الابن يعمل إيه؟ يبقى عنده السيولة الدينية اللي إحنا بنتكلم عنها ويبقى متوارد على الرب ويقول لربنا هو أنت لين رزقتني بقب كده ويحس إنه عنده عدق مع كل سلطة عليا عنده ويحس إنه هو مش مرتاح ومش مبسوط للأسف تعالوا نشوف فقا البنت مع أمها لو ما فيش امتنان ما بين البنت وأمها مثلا البنت تحس بإيه؟ البنت تحس بإن أمها ساعات هي مش شايفة أونسة كاملة فإنه يحصل فتروح للإسم والنصيب الإسم والنصيب اللي من عند ربنا اللي في الجواز تحس إن الجواز ده فكرة حمقاء ناسب يعني لأنه بيخلي مجموعة من الناس يتحكمهم في الناس فيبقى عندها حالة من حالات العزوف عن الجواز والدي ليه طيب؟ لأن ده من عند ربنا والأمها كان رأيتها فيها لأن ده اللي هينتج أولاد فهي مش عايزة تجيب أولاد الأمها هي تتحكم فيهم زي أمها تحكمت فيها إذن شوف اللي امتنان بيعمل إيه؟